اهلا بكم اصدقاء في الجولدتكم كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك انا نادر عيد هتكلم معاكم النهاردة على استفتاء الافضل في تاريخ مصر اللي بتتبعوه على الصفحة وعلى الموقع عندنا اللي بتنزل على طول في اختيارات النجوم وبتشاركوا فيه في الاستفتاء باختيار الخمس نجوم اللي من وجهة نظركم هم الافضل في تاريخ مصر وان شاء الله خلاص احنا قربنا من المعادة النهائي لغلق التصويت اللي هو هيكون يوم الحد 17 إبريل وبعدها بأيام قليلة بإذن الله هنعلن النتيجة النهائية والقايمة النهائية لنجوم مصر باختياركم واختيار نجوم الدوليين السابقين لمنتخب مصر بعتوا استفساراتكم لو عندكم اي استفسار لو عندكم اي تساؤل يخص الاستفتاء ردوا علينا في الكومنتات دلوقتي وانا هجاوب على اي حاجة تخص الاستفتاء الافضل في تاريخ مصر وجاي اتكلم معاكم النهاردة في عدة لقات في هذا الاستفتاء اللي برعاية إكو ويست زي ما قلنا تصويت ان شاء الله مستمر الغاية يوم 17 إبريل تصويت شارك فيه عدد كم كبير جدا من النجوم اكتر من مئة نجم كان هدفنا ان احنا وصل ل150 ونحاول نقرب من الرقم ده دلوقتي بإذن الله نحاول كل النجوم دول شاركوا وكلهم اختاروا في الاستفتاء وزي ما انت شفتوا القيمة طويلة جدا اللي موجودة في الاستفتاء المطروح على الموقع اللي بتخش تختار منه الخمس لعبين التصويت مستمر فلو لسه ما اخترتش الخمس نجوم خش دلوقتي على الموقع وشارك في الاستفتاء عايزين نتكلم على ازاي هنحسب ايه النقط في الاستفتاء زي ما شفتوا في الاستفتاء وانت داخل تصويت عشان تختار افضل خمس لعبين في تاريخ مصر ان احنا وضحنا ان النجوم هيشاركوا بنسبة 75% بينما الجمهور هيشارك بنسبة 25% النجوم 75% الجمهور بنسبة 25% طب هتحسبها ازاي بافتراض 3 نجوم هيشاركوا في الاستفتاء لو كل النجم بيخصص لي 10 نقاط فيبع 10 نقاط و10 نقاط و10 نقاط 30 نقطة هناخد منهم 25% او هناخد تلتهم يعني 33% 10 نقط هيبقى دول الجمهور يبقى عندنا 10 نقط للجمهور و30 للنجوم يبقى المجموعة عندك 40 75% للنجوم و10% او خلق اه سوري 25% للجمهور وبكده هتحسب النقط وفقا لاستفتاء الجمهور يعني نقولنا مثلا على سبيل المثال كابتن علي بوجريشا خد في الاستفتاء مثلا 10% من الاصوات هنحسب العشرة في المية دي قد ايه من النقاط المخصصة للجمهور وهيتم ملح النقاط دي لرصيد الكابتن علي باضافة الى النقاط اللي حصل عليها من اختيارات النجوم السابقين كل النجوم المشاركين في الاستفتاء هم نجوم سابقين لمنتخب مصر هناخد معاكو واحنا في اللايف دلوقتي شوية تعليقات لاصدقائنا الاستاذ محمود مرسي بيقول الخطيب مينفعش يتقارن باي لعب مصري ميدو جلال صلاح افضل لعب في تاريخ مصر بلا منازع خلص الكلام التعليقات مستمرة اذا كان حسن الشازد الهدف التاريخي مش موجود بيبقى الاستفتاء ايه كابتن حسن الشازد موجود وتم اختياره من مجموعة كبيرة من اللاعبين ابعتوا اسئلتكو ابعتوا استفساراتكو عشان نجاوب عليها كلها ان شاء الله في اللايف اللي مستمر معاكو براعاية ايكوست فيما يخص استفتاء الافضل في تاريخ مصر طيب ممكن حد يسأل ليه اخترتوا النجوم دول تحديدا عشان يكونوا موجودين في الاستفتاء هما اللي تختار منهم النجوم تم اختيارهم بناء على اختيارات النجوم الدوليين السابقين بمعنى النجوم الدوليين اختاروا مجموعة من اللاعبين المجموعة من اللاعبين دول هما دول اللي طرحناهم في الاستفتاء مخترناش من عندنا مخترناش اي لاعب بمزاجنا ولكن اللي حدد القائمة دي هم النجوم الدوليين السابقين الـ 38 لعب الموجودين في الاستفتاء اللي حددهم أو اللي اختارهم هم النجوم الدوليين السابقين فهما دول اللي موجودين في الاستفتاء دلوقتي طيب سؤال ليه كل النجم بيختار 5 بس ممكن يكون رقم 5 ممكن قليل شوية على النجوم كتير جدا في تاريخ كرة القادمة المصرية طبعا 5 هو الرقم الأوقاع في استفتاءات أكتر من كده أو أكبر من كده النجوم بيختاروا فيها أو المسؤولين بيختاروا فيها ثلاث لعبين أو لعب واحد زي مثلا جهزة فيفا جهزة فيفا المدربين بيختاروا ثلاثة جهزة فرانس فوتبول الصحفين بيختاروا خمسة في جهزة الكرة الزهبية مين رقم واحد مين رقم اثنين مين رقم ثلاثة مين رقم اربعة مين رقم خمسة وبالتالي كان الأوقاع أن نحن نخلي الاختيارات خمس نجوم كل نجم بيختارهم في هذا الاستفتاء لان لو العدد زاد عن كده هي اللي عملية هتوسع شوية ممكن يبقى فيها لخبطة وتغيير في الترتيب او ممكن لعب يختار لعب مثلا في مركز السابع واحد تاني في مركز الثامن تحصل لخبطة في الترتيب فبالتالي كان الأوقع ان يتم اختيار خمس نجوم وزي ما شفته ان في بعض النجوم طلبوا استثناء ان هم يختاروا اكتر من خمس لعبين وطبعا ده بيبناء انعار طلبهم لكن اكتر العدد او النجوم اللي بيتم اختيارهم بعد رقم خمسة ما بياخدوش نقاط في الاستفتاء زي ما قلنا حاولنا ان نوصل ل150 نجم حاليا بنقرب جدا من الرقم ده وفيه نجوم بنحاول معهم فيه نجوم اعتذروا عن عدم المشاركة في الاستفتاء وزي ما شرحنا النقاط بتتحسب ازاي والنقاط اللي بيديها النجوم السابقين للجمهور اللي بيديها للعبين المركز الاول بياخد خمس نقاط المركز التاني اربع نقاط المركز التلت تلت نقاط المركز الرابع نقطتين والمركز الخامس نقطة وفي النهاية بيتم تجميع كل هذه النقاط عشان نشوف مين اللي حصل على اعلى نقاط ويكون هو الاول في الترتيب ويكون هما الاوائل في ترتيب افضل لعبي مصر عبر التاريخ تعليق من اسامة ابراهيم صلاح افضلها في تاريخ مصر ومقرنته مع لاعب اخر ظلم ممكن تخش تدلي بصوتك يا اسامة في الاستفتاء وتختار صلاح مع اربع لعبين لو انت شايف ان صلاح هو الافضل تختار صلاح مع اربع لعبين اخرين انت شايف ان هما يستحقوا لقب الافضل في تاريخ مصر طيب ممكن حد يسأل ليه قررتوا ان انتوا تخلوا نسبة النجوم 75% ونسبة الجمهور 25% دي زي النسبة اللي بيخصصها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في استفتاء او في جيزة الافضل اللي حصل عليها في السنة اللي فاتت روبرت ليفندوفسكي نجم بولندا وبارني ميونيخ 75% بتخصصها للمدربين والقادة قادة المنتخبات وPanel of Experts او لجنة الخبراء التابعة لفيفا و25% للجمهور وبالتالي احنا سرنا على نفس النهج ده وخصصنا 75% للنجوم الدوليين السابقين و25% للجمهور عايزة لكو برضو بعض الملاكس دلوقتي لبعض النجوم السابقين في الاستفتاء في الاستاذ محمد رجب بيعلق ابو تريكا كابتن اكتر لاعب مؤثر في الكرة المصرية ومحمود سلطان مختار الخمسة محمود الخطيب ومحمد ابو تريكا ومحمد صلاح وحسام حسن وعصام الحضري ناخد تعليقات تانية محمد جمال بيقول محمد ابو تريكا هو الأفضل طيب الاستفتاء زي ما حاكم شوفتم في عدد كبير من اللعبين عايزة استعرض معكم بعض المراكز لبعض النجوم الموجودة في الاستفتاء دلوقتي ممكن لحد دلوقتي شارك في الاستفتاء ما يقرب من 245 ألف فرد كل فرد بيختار خمس نجوم حاليا في المركز العشر في الاستفتاء كابتن عماد متعب الهداف والنجم السابق للنادي الاهلي والمنتخب مصر حصل على 31681 صوت بعد يعل طول شيكابالا قائد نادي الزمالك والنجم السابق لمنتخب مصر حصل على 31375 صوت وفي ايقونة الاسماعيني كابتن حسني عبد الربو ونجم وسط منتخب مصر السابق حصل على 6362 صوت وبعد يعل طول في المركز الـ 20 احمد حسان ميدو نجم توتنام وسيل تفيجو مارسيليا السابق ونادي الزمالك السابق في المركز العشرين حصل على 5673 صوت حتى الان طبعا استفتاء لسه مستمر في الرقم ده قابل الزيادة وفي المركز 29 حاليا كابتن عبد الله السعيد قائد بيرامدز ونجم مصر السابق المعتزل مؤخرا حصل على 2433 صوت دول كان دي كانت بعض الأصوات دلوقتي في الاستفتاء والاستفتاء زي ماقولنا مستمر لغاية يوم 17 ابريل بإذن الله وبعدها على طول هنعلن عن قائمة أفضل لعبي مصر عبر التاريخ بالترتيب مصطفى عبد الله بيقول اختارت زيدان كأفضل لعب ويالي صلاح وبوتريكا وحسام حسن وشيكبالا دول أفضل خمسة شفتهم يعني بعض الأصدقاء بيسألوا على أخبار مباراة مصر يمكن مباراة مصر لسه فيفا محددش القرار النهائي في الشكوى اللي قدمها الاتحاد المصر للكرة القدم بخصوص مباراة السنغال ومع حدث في مباراة السنغال من هجوم واعتداء يعني من الجمهور على لعيب منتخب مصر مصطفى عبد الله بيختار كأمهر لعيبة زيدان صلاح تريكا إبراهيم سعيد شيكبالا سمير يوسف صلاح الأول بعد كده أبو تريكا وبعده حسام حسن سيف محمد أنا اختارت محمد صلاح وحسام حسن وحسن شحاتة وعصام الحضري اللي لسه ما صوتش التصويت موجود سيدي تشاركوا وكل الأصوات زي ما قلنا هتجمع في الآخر عشان تنضم إلى اختيارات النجوم ونحدد قيمة أفضل لعبي مصر عبر التاريخ في هذا الاستفتاء برعاية إيكو وست منتظرينكم رمضان كريم عليكم شكرا وكل عاموا انتوا بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة